نظمت بحث فنادق الدار البيضاء ندوة صحفية سلطة من خلالها الضوء على منافسة النسخة الخامسة والعشرين من رالي مارو كلاسيك والذي ينظم للمرة الثانية على التوالي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة المالك محمد الثالث نصره الله الرالي الذي سينطلق يوم العاشر من مارس المقبل من تنجا ينقسم لستة مراحل ليحط الرحال في الأخير بمراكش الحمراء خصوصية هذه السنة أولا أننا نحتفل بعيد الميلاد الخامس والعشرين ومن خلال هذا الحدث قررنا أن نجدد أشياء كثيرة بمسار جديد على انتلاق من تنجا لأول مرة في التاريخ الرالي ثم فاز وبعدها إفران لننطلق بعدها إلى الجنوب وبالضبط الصحراء وسنبيت هناك في مرزوقة ثم سننطلق لبين الويدان ثم النهاية بمراكش كالعادة وبالموازات مع الجانب الريادي والتنفسي الرالي يعد محطة هامة للعمل الجمعوي من خلال أنشطة فعالة لجمعية ساعة الفرح والتي تساهم في هذا الرالي للمرة التاسعة عشر المساهمة ساعة الفرح كجمعية شريكة اللغالي كلاسيك هي تنظيم مجموعة من الأنشطة الموازية للغالي وكذلك فك العزلة وأنشطة رياضية لماذا لا؟ لكي نبقى في نفس التيمة وكذلك نكرس فك العزلة بمفهوم الموز ساعة فكتبقى هذه لمسا من لمسات جمعية ساعة الفرح التي هي متعددة ولكن تخلي الطابعة على هذه اللغالي رالي مارو كلاسيك الذي أحدث منذ سنة 1993 استطاع أن يفرد نفسهم من خلال ارتفاع عدد المشاركين والذي يقدر عددهم في هذه السنة بثلاثين باتت له مكان ضمن اللحاقات الدولية للسيارات العتيقة اشتركوا في العلوات المصنقية